تتواصل الضربات الأمنية لضبط جرائم التهرب من الضرائب والرسوم وغسل الأموال والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والنصب والاحتيال على المواطنين واستغلال النفوز والفساد الوظيفي ضربات حققت نتائج إيجابية فعلى صعيد ضبط جرائم التهرب من الضرائب والرسوم فقد أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم قيام الممثل القانوني لإحدى مؤسسات التجارة والتوزيع بالقاهرة بإخفائه خلال فحص إقراراته الضربية ما يقارب 113 مليون جنيه من أرباح الشركة عن مأمورية الضرائب العامة المختصة بمحاسبته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك واستمرارا للجهود الأمنية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي بأسيوت قام عناصره بغسل 35 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس أنشطة تجارية وشراء سيارات بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة خلافا للحقيقة وفي إطار مكافحة جرائم الاختلاس والرشوة واستغلال النفوز نجحت الإدارة العامة لأموال العامة في ضبط موظف بأحد مكاتب البريد بسوهاج استغل موقعه الوظيفي وقام بالتلاعب في حسابات دفاتر التوفير الخاصة بالعملاء وتزوير توقعهم عليها وتمكن من اختلاس مبالغ مالية من حساباتهم وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة لذلك كما تمكنت الإدارة من ضبط تشكيل عصابية تزعامهم وظفان بإحدى الوحدات المحلية بالإسماعيلية استغل موقعهما الوظيفي وتواطأ مع آخرين بتمكنهم من بناء عقارين سكنيين على أراضي الزراعية بدون ترخيص وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أعمال البناء المخالفة مما أضر بالمال العام مع التربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير وعلى صعيد التصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شركة بدون ترخيص بالقاهرة اتخذها أحد الأشخاص وكرا لنشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم بمرتبات مجزية بالعديد من الجهات خلافا للحقيقة وقابل حصوله على مبالغ مالية زعما أنها رسوم إدارية للتعيين وأمكان الحصول على المستندات الدالة على نشاطه الإجرامي بمقر الشركة المشار إليها كما نجحت مدريات أمن بنسويف بمشاركة قطاع الأمن العام ومدريات أمن أسيوت في ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية لتمكين بعض الأشخاص من السفر لخارج البلاد مقابل الحصول على مبالغ مالية وتم ضبط جوازات سفر خاصة بعدد من الأشخاص من الراغبين في السفر وأكل شيهات وعدد من ملصقات التأشيرات الخاصة بدول عربية بحجم تعاملات بلغ تبقى للفحص المستندي 35 مليون جنيه تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي بالمينيا عناصره تقوم بتجميع مدخرات المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسلمها لذويهم بعد استبداليها بالعملة المحلية مقابل عمولة فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة